الحقيقة لازم اروح برضو منساش ابدا ابدا انا راجل يعني بنتمي للالعاب الاخرى والفرحة دايما مع الكرة ما بتنسينيش الالعاب الاخرى لازم ابارك لفريق كرة اليد اخواتي من الجهاز الفني واللاعبين ونشاط الرياضي وكابت ناسر لبيب رئيس الجهاز كل دول الحقيقة انا ببرك لهم وبقول لهم الف من لهم مبروك الدوري النهاردة للسنة التانية على التوالي كان دايما عندنا مشكلة في اليد خلينا اكلمكم بكل امانة كان دايما جمهور النادي الاهل يقول لك والله كنت بسمعه وكانت بتقطعني لا 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 احنا مش عايزين نتفرج عليها وكان بتقال اكتر من كده ولكن النهاردة كرة اليد دوري وخلينا اقول لكم لو لا اخطاء تحكمية فجة في المباراة التانية احنا برضو مش هنفترض سوء النية ومش هننسى ابدا اسم الحكمين دول في مطش التاني مش هننسى ابدا وكل فترة هفكركم بيهم عشان هم حطونا في موقف مش كويس انت عندك الفريق عشان وريكوا صلابة الفريق نظام المسابقات ظلمك وحشرح لكم ليه ظلمك ولجنة المسابقات وخلينا يكون واضح وامين لجنة المسابقات لفريق اليد الرجال او لجنة المسابقات للرجال مش مسابقات السيدات السيدات ما ظلمت ناش السيدات عملت بما يرضي لها نظام اللي بيشتغل طول السنة بيلاقي اخر السنة ولكن لجنة المسابقات ظلمتك وانت وفقت ولعبت يعني دي من اول سنة ولعبت وشاركت واكتهدت ما قلتش لا خلاص ما الأول زي التاني طلع تاني ما فيش مشكلة لا كنت بتلعب كل مباراة انت تفوز وتأهلت للآخر بيت أول الدوري وبعد كده سواك بالتاني ولعبك بيستوف تريه فروم سكراتش من زيرو انت من الأول بتلعب وتكسب أول مباراة وتخسر تاني مباراة بأخطاء تحكمية يعني واضحة للكل والجميع وتيجي المباراة التالتة تتحتى تحت ضغط عصبي رهيب والولاد يكونوا قد المسئولية وتفرق ربع ساعة أنا في حياتي ما شفت أحلى منهم مع فريق كورتلياد ربع ساعة من السيطرة والفدائية واللعب وتفوز بالدور أربع بطولات النهاردة خدهم فريق كورتلياد السنة دي تعالى نذاكرهم مع بعض ونفتكرهم ونقعد نفكر نفسنا لغات ما تيجي السنة الجديدة بطولة أفريقيا للأبطال السنة دي خدها فريق كورتلياد فريق كورتلياد خد السوبر المصري بطوط أفريقيا الأبطال ما كانش نادي الزمالك مشارك ولكن كل الفرق الأفريقية كانت مشارك أنا بس بقول عشان أوضح ولكن السوبر المصري من نادي الزمالك النهاردة الدوري المصري من نادي الزمالك السوبر الأفريقي من نادي الزمالك تاني أنا بقول لي كده عشان نبقى عارفين من المنافس وإحنا نفسنا مين النهاردة أنت المنافس التقليدي بتاعك اليد في مصر أهل زمالك ما احترابنا لكل الفرق يعني تاريخ كله كده نهاردة بتفوز باللقب الدولي 25 في تاريخك نادي الزمالك 19 فرق 6 دولي 6 دولي عن نادي الزمالك مين بقى ملوك الصلاة ماشي طيب عندنا فريق كورة اليد هيلعب بطولة العالم السنة اللي جاية وبمناسبة هتبقى في القاهرة انتوا طبعا طبيعتوا وشفتوا بروتوكول التوقيع وكان مع الاتحاد الدولي في حضور طبعا الدكتور حسن مصطفى ودكتور الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كورة اليد وشفنا طبعا كل المسؤولين المصريين في توقيع العقد لتلت سنوات جاية هتبقى بطولة العالم والعظماء التمانية هتبقى على الأرض مصر ودي حاجة كويسة جدا ونظام الاتحاد المصري وما كانتش تبقى في مصر وما تبقى في مين يعني مصر استضاب في الكأس العالم وتستطيع انها تنظم فالنهاردة كورة اليد عملت موسم ناجح وبنبارك لهم وبنربط على ايديهم وبنبارك لماستر ديفيد ديفيدز وبنبارك للجهازي لفا كابتن ابراهيم وكل اللعيبة اللي كانوا رجال انا مش عايز انسى حد احنا عملنا مطش رائع اخذ مصري سيسا عندك فوكس عندك انا بس مش عايز انسى حد عندك محسن رمضان عندك فيصل كل اللعيبة النهاردة ابراهيم حارس مارمع حميد كلهم كل اللعيبة اللي حقيقة عملت مطش وعملت اداء برجولة جدا بشكل انا يعني اتفاجئت اتفاجئت الف مبروك الف مليون مبروك لفريق كرة الياد